تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 468 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 112 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17 طن وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 80 طن أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن السمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية تشتمل على 131 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت 127 طن ترجمة نانسي قنقر